السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك في فنيات التخاطب حلقة جديدة هكلمك فيها عن مهارة جديدة من مهارات فنيات التخاطب ازاي ادرب ابني وازاي اعلمه حرف العطف الواو في الحلقة دي هقولك طريقة التدريب ازاي تدرب ابنك كده وتعلمه مهارة زي دي داخل البيت كوليه امر او داخل الجلسة كاخصاية تخاطب خليك معي قبل طبعا ما ابدأ في طريقة التدريب ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان ده بيدعم الفيديو على اليوتيوب واعمل سبسكرايب للقناة علشان يوصلك اي جديد يخص مجال التخاطب وكمان لو عندك اي استفسار يخص مجال التخاطب او يخص موضوع الحلقة اكتب لي تعليق كده تحت الفيديو وهتواصل معاك وهرد عليك زي ما احنا متعودين في حلقاتنا ان انا قبل ما بقولك طريقة التدريب بقولك كده ملاحظات وبرضو انت بتكتبها ورايا علشان تكون عارفة واحد انت شغال الهدف مع ابنك مبدئيا كده حرف العطف الواو ده بند كده موجود في التخاطب يندرج منه هدفين هدف في المجال الاستقبالي ان ابني يتعرف كده على الجملة اللي فيها حرف العطف الواو او يتعرف على حرف العطف الواو بشكل عام داخل البيئة او بشكل عام داخل جلسة التخاطب مبدئيا والهدف التاني ان ابني كده يعبر او يسمي حرف العطف الواو يعني مثلا ايه يعني في المجال الاستقبالي اما اقوله فين طفاحة وموزة فيجيب لي الطفاحة والموزة او يشاور عليهم في الجانب التعبيري اما اقوله مثلا معك ايه فيقول لي قلم وكتاب في الحلقة دي انا بعلم ابني بقى الجانب الاستقبالي والجانب التعبيري وطبعا الحلقة دي بقى عن ايه عن الجانب الاستقبالي انا ببدأ التدريب بالجانب الاستقبالي قبل الجانب التعبيري لان ابني مش هيعرف يعبر كده بشكل مظبوط وهو مش فاهم او مش مستوعب يعني ايه حرف العطف الواو كمان ما باجي ادربه على هدف زي حرف العطف الواو ومسلا بعمل ايه بدربه على حاجات اللي هو عارفها كويس جدا اللي هو انجازها يعني ابن عارف قلم وعارف كتاب بقوله قلم وي كتاب اما باجه اقول كلمة وي كده ما بخطفهاش زي ايه زي ما احنا ما بنقولها كده يعني مثلا لو حد قال لي انت لبس ايه هقوله مثلا اميس وبانطلون لا انا بحاول اوضحها للطفل كده واقوله اميس وي بانطلون اميس وي بانطلون فانا خط ايه ثانية كده بين كل كلمة وتانية علشان ابني يستوعب علشان ابني يفهم علشان ابني يوصلوا المعلومة بشكل مزبوط علشان اسهلها عليه ووصلوا انا عايز اقوله ايه وزي ما احنا عارفين ان في مجال التخاطب عندي وسائل كتير خالص منها الحاجات الحقيقية ومنها المجسمات ومنها الصور والبطاقات والكروت ومنها الفيديوهات انا ببدأ ادرب الطفل على الهدف ده بايه بالزبط من الحاجات دي انا ما ببدأ ادربه في الهدف ده ما ادربه بالمجسمات في البداية او بالحاجات الحقيقية اللي اقدر احطها على الترابيزة قدامي اللي هي الحاجات الصغيرة يعني مثلا ما ادربهش على كرسي كبير خالص او على كرسي وكنبة او كرسي وترابيزة مثلا دول حاجتين ما يجوش في البداية تماما لان ابني مش هيستوعبهم حاجات كبيرة عن مستوى نظره أنا عايز أحطله حاجات تاخد الترابيزة اللي معي وكمان تكون قدام نظره وهو مستوعبة وتكون ملموسة بالنسبة له فيفضل البدء بالمجسمات إن أنا أبدأ أعلمه الحرف العطف الواودة في المجسمات في البداية ما أبدأش بالكروت ولو هبدأ بالحقيقة أبدأ بحاجات مثلا ينفع تكون محطوطة داخل جلسة التخاطب على الترابيزة دلوقتي طبعا أنا بشتغل المجال الاستقبالي وهبدأ دلوقتي خلاص أدرب ابني على حرف العطف الواود داخل الجلسة بجيب له حاجتين الحاجتين هو عارفهم والحاجتين مجسمات كده أو حقيقيين زي ما أنا ما قلت لك في البداية في بعض الحالات بنحط له مثلا حرف العطف الواود كده مكتوب في النص ما بين الحاجتين دولت علشان يبدأ هو كده يستوعب أو كمساعدة بصرية مني كده للطفل ولكن أنا كمحمد يعني داخل جلسة التخاطب مش بحب بنقطة زي كده يعني بحاول إن أنا محط هلوش ولكن بحاول إنه هو يفهم الموضوع نفسه لإن أنا لو ربط هلو بالحرف ده وجيت شلتها بعد كده ممكن يبقى في صعوبة شوية إن أنا أشيل المساعدة دي بعد كده أنا ببدأها معايا وبحاول إن أنا أخليه يستوعب بحط له الكباية كده والألم كده وبحاول أخلي فيه مسافة ما بينهم يعني في البداية علشان أبدأ أعد ابني إن هنا فيه حاجة هنربط بيها الاتنين ببعض هنعمل كبري دلوقتي ما بين الاتنين طيب أنا بقى بقول لإبني إيه بقوله كباية كباية وي ألم كباية وي ألم على المكان الفاضي ده إيه وي وهنا ألم يبقى ابني دلوقتي بيشوف كده أقوله كباية وي ألم فهو أصلا لو طفل نطق أساسا بيقول ورايا كباية وي ألم ولكن إحنا أصلا هنا في المجال الاستقبالي هدف إن هو يشاور كده على الكباية وي ألم أو كتاب وي كرسي مثلا أنا هدفي بس إن هو يتعرف فهو إيه بيبص كده للحاجة ويبدأ يستوعب أقوله كباية وي ألم وطبعا أنا بزود عدد أمثلة كتير خالص علشان ابني يستوعب اللي أنا عايز أوصله له فبقوله مثلا موبايل وي كورة أو موبايل وي كورة فمع كل خبطة هو أعرف إن هي إيه كل كلمة لحد ما بعد كده ببدأ بقى إيه أشوف هو يعرف يتعرف ولا على حاجة زي كده دلوقتي طبعا أنا هحط الإبني إيه الكباية وي ألم على جنب لوحدهم وبحط له مشتت تاني اللي هو الألم لوحدهم وبقوله فين ألم فإبني أصلا هو عارف الألم فبيجيب الألم كده أو بيدهوني أو بيشاور عليه أو كده بقوله فين كباية وي ألم فين كباية وي ألم فإبني كده يبص بحاول طبعا لو هو مش عارف ببدأ أساعده ويشاور كده على إيه كباية أروح أنا أقيل له كباية وي ألم طبعا أنا بعمل المرحلة دي وي بحط له مشتت تالت علشان إيه أعرف كده إن هو بدأ يتعرف خلاص على إيه الشيء ده دلوقتي أنا أحط الإبني مشتت تالت وهعمل إيه بقى هقوله يلا فين كباية وي ألم فين فيبص كده ويشاور على ده كده كباية وي ألم أقوله فين كباية فيشاور على الكباية فين ألم يشاور على ألم فين كباية وي ألم أنا ليه طبعا بسأله على الحاجات التانية علشان أبدأ أوضح له كده إن دي حاجة جديدة عليه وإن هو فعلا استوعبها علشان ما يكونش إيه بيشاور وخلاص معايا يكون عارف يفرق بين الكباية والكباية وي ألم بعد ما إبني بيتعرف خلاص وعارف يشاور على المجسمات أو الحاجات الحقيقة اللي محطوطها قدامه على الترابي إذا أنا ببدأ بقى أضربه من خلال الكرت وبجيب له كرت زي ده كده وبقوله إيه بقوله أميس ويبنطلون فهو يبص للكرت كده ويبدأ إيه يستوعبه وممكن أحط أصلا كرت قدامه كده يقوله يلا فين أميس ويبنطلون فين فهو يشاور كده يقولي أميس ويبنطلون أو يشاور على الأميس والبنطلون إحنا برضه في مجالي الاستقبالي ما يهمنيش إنه يقول حتى لو هو بيقلدني بس كده عادي أنا برضه بعززه ما فيش مشكلة ولكن هدفي إنه هو إيه يشاور أو يتعرف على الأميس ويبنطلون بعد كده طبعا أنا بحط له أميس ويبنطلون وأميس لوحده وبنطلون لوحده وبقوله يلا هات أميس ويبنطلون فيبدأ يجيب كده الأميس والبنطلون أقوله يلا شاور على أميس ويبنطلون فيشاور كده على الأميس والبنطلون وطبعا زي ما إحنا عارفين إنه إحنا بنغير أماكن وضع الحاجات قدام الطفل علشان الطفل ما يتعودش على اتجاه واحد للهدف اللي أنا بتقربه عليه فبقوله مثلا يلا فين أميس ويبنطلون أميس ويبنطلون فين فيبص كده أميس وبنطلون يجيبهم كده أروح أنا عامل كده أقوله يلا فين أميس وبنطلون فهو يجيب اميس ويبنطلون وهكذا انا بالشكل ده بحاول كده ان انا خليه يستواب او يتعرف وطبعا انا بغير صياغ الاسئلة فين هات شاور اديني خد دي كلها صياغ انا بشتغلها مع ابني داخل جلسة التخاطف في المجال الاستقبالي وطبعا بجيب لابني امثلة كتير خالص سواء مجسمات او سواء بطاقات علشان ابني كده يعمم وتوصله المعلومة وتثبت عنده بشكل ايه سابت على طول ويبدأ يستوعبها كده ويفهمها وبعد التدريب طبعا بعمل ايه بسأل الطفل خمس اسئلة يهمني ان الطفل كده يجاوب صح على اربعة من خمسة او الخمسة من خمسة علشان اعرف ان هو فعلا انجز الهدف ده في المجال الاستقبالي او ان انا بسأله عشر اسئلة يديني تمن اجابات مظبوطة او تسع اجابات مظبوطة او عشر اجابات مظبوطة علشان برضو اعرف ان ابني خلاص انجز هدف حرف العطف ده داخل جلسة التخاطب ويخلصوا كده في المجال الاستقبالي وطبعا بنوصي ولي الامر ان هو على طول المهارة اللي ابنه اتقنها داخل جلسة التخاطب يشتغلها معاه في البيت يعني ابنه هو قاعد كده يقول له هات تفاحة ويموزة فابنه يدي له تفاحة والموزة كده يلا شاور على تفاحة ويموزة فابنه يشاور على تفاحة والموزة نعمم كده المهارات اللي احنا بناخدها داخل جلسة التخاطب وبكده انا خلصت حلقة النهاردة ولو عندك اي استفسار يخص المجال زي ما قلت لك اكتب لي تعليق تحت الفيديو ولنا نلقى ان شاء الله في حلقة جديدة في المجال التعبيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته